السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد تحسين من قناة السرشجي ازايكم عامليني لو انت بتقدم على شغل جديد او لو انت عايز تتطور في نفسك او تطور في نفسك فلازم لو انت رايح اي شركة او نان بروفشنل لو لوكال عادية يعني عادية محلية خالص لازم تكون تعرف الاكسل كويس قوي اي شركة دلوقتي بقى من ضمن بتاعتها او اللي هي متطلبات الوظيفة دي لازم تبقى فهم يعني اي اكسل لازم تبقى فهم كيف تعمل معادلات على الاكسل واا بفضل دلوقتي اللي نحن نغير كلمة معادلات نحولها لكلمة quêشنز تمام ان انت لما بطبي حاجه اسمها فانكشنز معينه او بطبي معادلات معينه في الاكسل بطبيعت انتباع للمانجر بتاعك انه انت انت انسان توفيشنال انت انسان فاهم يعني ايه اكسل وفاهم يعني ايه انجلش كويس فانا احاول دلوقتي نحن نغير بعض المفاهيم الى الاكسل أنا على فكرة يا جماعة أنا شغال يعتبر في الحسابات في شركة معينة فأنا بستخدم استخدام الكلام العربي بالكلام الإنجليش وليكن نبتدي بالإكسل الإكسل يا جماعة دي من حزمة أو من باكيج من حاجة اسمع أوفيس باكيج من باكيج أوفيس أوفيس بقى 2013 إن أغلبية ناس دلوقتي تبتدي من أوفيس 2007-2013-2013-2016 وفيه دلوقتي أوفيس 365 ده ده حاجة كده خيال يعني بس إحنا إيه نبتدي وليكن في الإكسل الإكسل ده من الأساسيات إغلبية الناس بتعرف تتعامل على الورد لكنه في النقار مرة أفتدي تمام؟ فنبدأ ونخفش داخل الإكسل ونتعامك فيه شوية هناك شخص يقول أنا بعمل كذا عمود لا. هو ليس عمود هو اسمه كولوم كولوم ليس عمود زايد أنا يا جماعة أنا عندي الفصائص تلطمية سطر لا هو اسمه رو ليس سطر تلطمية رو أنا بعمل جدول يجمع أنا بعمل جدول لكي أحسابه الإرادات والمصرفات لا، هو اسمه ليس جدول حاول ترتقي بكلامك يبقى كله انجليز لكي تكون مدينة تبقى تدي إمبريشن أو انطباع إنك مدينة في التعامل اسمها سكيديول سكيديول يعني جدول بعمل جدول للإرادات والمصرفات يعني ايه ثاني؟ انا بظلل اسمها لا اسمها لا اسمها هايلايتد انا بهايلايت الحاجة الفلانية لا اسمها بظلل الفورماتنج يا جماعة صحيح الوصول وسبحك فورماتنج اليه الفورماتنج upbeat انا جدول يعني ضليل егда اسمه report اسمه report انا اسمع كثير او بسمع report لا اسمي report جيد report عن تقرير اتمنى انك تحاول تعدل من المفاهيم ده اسمها report اسمها report او تقرير بنوع انا هبقى لك التقارير او التقارير لا اسمها report تمام نبتم بقى نخش في 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 اللي هي المعادلات بس هنقول عليها نبتدي كده من الاول اسمها لشان مش هقول معادلات دي تاني الفنكشن الفنكشن هنا اول حاجة اللي هي يا جماعة اللي هي تجمع. في لازم تعرف ازاي تجمع ازاي تجمع ما بين خلية وخلية اللي هي السل والسل. خلية اللي هي المربع اللي جواه ده اسمه خلية يبقى سل. تمام? هي تجمع كما بين السل دي و السل دي إساء اجمع cماع اقلي قيمة دي ممكن اعطبها وہاك ممكن اعطبها بأset بس انا اتصل بك احنا لو هنعملها بفونكشن كل اللي بيتعلم اللي بيشوفني دلوقتي بفاهم في الاكسل بفاهم اللي انا بيقول في اين سأنا باكلمك دي حاجة هتفيدك في شغلك جدا هنقول تيوفنا عند من؟ الافرج الافرج من دمن الحاجات انا بجيبها لكم يا جماعة صح من البسيط للمعقد 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 الافرج اللي هي متوسط الناس متوسط الناس اللي هي بتحسب ازاي متوسطهم على عددهم اللي هو قصدي مجموعهم على عددهم ده المتوسط ده اسمه الافرج دي اسمه فونكشن اسمها او دلة اسمها الافرج الكونت الى حاجة تحت ديه الكونت ديه لibi اما انا ديه لها الاساس لاحاجة كبيرة مثلا اكاونت بجيبها 남 how to learn متوسط ان انا بكلّمك انك لازم تعرفありがとうございました ان الفيديو بطريقة الفيديو ده يكتبين ونا مش فوك عليك Tyson وظفته ان انا بقولك زي جايدلINE او ارشادات انك لازم تتعلمها في الاكسل دي لازم ولا بد وحتما انك لازم تتعلمها في الاكسل بس فحاول انك لو انت عايزني اعمل تكنيكال ياريد تكتبولي في الكومنتات انا اعمل لكم فيديو كامل عن الفانكشنز دي كلها واقولها لكم ازاي بتتعمل بس انا بقول لك دلوقتي الجايدلاين بتاعك او التراك انك تمشي عليه اللي هو تقدر تمشي يعني تقدر تشوه الفيديو ده وتدور لو انت عايز ادور على الفانكشنز اللي انت معاينها او تعرف منهم جزء وعايز تكمل على الجزء التاني دي هاك كويسة صدقني دي حاجة انا تعلمتها في حياتي انت لو تعلمت الفانكشنز دي بعد كده نتعلم حاجة كتير او او في الاكسل بس دي البيز بتاعتك دي البيز اللي انت بتبني عليها ال اكسل الكله الكون اه نبتدي بقا في التعقيد بقا الفانكشن الفي الاكب دي يا جماعة لا تخلو من اي شركة لا تخلو بمعنى لا تخلو لازم تبقى عارف الفانكشن الفي لوج لازم ولا بد تبقى عرفها زي اسمك بالظبط الفي لوكوب دي انا بشبهها كتشبيه محمد تحسين انا السرشاجي بدور على اشة على ابرة في كومة اش ان انت بتدور على مجموعة اشخاص معينين اسميهم معينين في وسط جدول او اسكيديوال كبير جدا مكوم من الف شخص وليكن انت بتدور على خمسين شخص معين عايز تجيب نتايج معينة منهم فانت بتدور في اسكيديوال الف نتيجة او الف نتيجة فانت دي هيا دي بدل ما تاخدها وان باي وان اللي انت تاخد بقى ايه لازم لازم ولابد تبقى حافظها زي اسمك في لوكوب في لوكوب في لوكوب في لوكوب دي اي شركة في الدنيا لازم تبقى انت طب البوب فيها البيفت تيبول البيفت تيبول ده جماعة ده لازم برضه من ضمن اهميته والله العظيم ده مهم جدا زي البيفت تيبول انا قبل كده رحت عملت انترفيو اتعملي تيست وكنت دارس وبذاكر وكل حاجة فاباخر في سؤال خالص بيقول لي اعمل البيفت تيبول معين اعمل قصدي البيفت تيبول معينة واعمل لي عليها تشارت تشارت اللي هي رسم البياني فان طبعا انا سألت الانترفيور بيقوله هو ايه البيفت تيبول؟ هو قال لي تمام خلاص انا افهمت اول ما قلت له البيفت تيبول ده يعني خلاص ماشي مرجان احمد مرجان خلاص انت كده مشيت مش هتكمل انا بقول لكم البيفت تيبول والبيف والفي لوكب ده من الاساسيات فاي شركة لازم تبقى حافظها في الاكسل زي اسمك زي اسمك زي اسمك اف فانكشن اف دي يا جماعة في كذا اف بق معينة في سيمبل وفي الكمبليكس وفي الكمبليكيتد اللي هي بسيطة والمركبة والمعقدة بس انت لازم تبقى حافظ او لازم تبقى عارف اف فانكشن لازم تبقى حافظها او لازم تبقى حافظها من ده ايه ما تبقى بقوة الفي لوكب والبيفت تيبول بس تبقى لازم تبقى حافظها انا بقول لك دلوقتي المعادلات او الفانكشن زي انا قلت لك عليهم دولة دولة حاجات هيفيدوك جدا 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 انتو بتتنمع شغل جديد وشغل فيه حاجات تكنيكا فيه حاجات اكسيل كتير فلازم الحاجات تبقى انتو تحافظها زي اسمك الفورماتينج او الفورماتينج دي انا اتكلمنا عنه انت ازاي تظل الريبورت بتاعك انت ازاي تحطه كده مثلا في اعمدة او اللي هي متظللة حولها باسود اللي انت متسيبش الريبورت كده فاضي اللي انت لازم تعمله هايلايتد باللون البرتقاني او الاسود او الاخضر وهكذا يعني دي اسمك الفورماتينج التنصيق تنصيق الفورماتينج انت تنصيق الريبورت مش ريبورت الريبورت كونكاتينيت دي يا جماعة ده من ضمن الحاجات اللي ممكن تقابلها يعني بس هي ثانوية شوية هي مش مش اساسية الثانوية بمعنى ايه الكونكاتينيت دي دي انت بتجمع سل جزاء السل زي مثلا هنا الفرست النام محمد والساكن النام تحسين فانت بتجمعه بمحمد تحسين دي اسمها كونكاتينيت انا اكتبالكو دلوقتي على الشاشة اسمها كونكاتينيت تنمك احنا دلوقتي يعتبر احنا اتكلمنا عن 10 فانكشنز عن عشر معادلات في الاكسل 10 فانكشنز ان اكسل لو حفزتهم سم صدقني انت هتخش هتبقى زي الاطر في اي انترفيو في تست صدقني و هتبقى مميز عن زميلك زيت بقى ان في حاجة كتير او تعملها عشان خاطري اتمنى 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 تحفزوها صم دي عن تجربة شخصية و عن تجارب ناس انا سألتها كتير و شفتها بعنية عشان خاطري دور على الحاجات دي بالذات لو عايزني اعملها لكم تكنيكال انا ما عنديش مشكلة انا احبازة انا اعملها لكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات انا اكتب لكم اعمل لكم يعني ايه عن الفانكشنز دي كلها و انا تحت اعمل لكم في اي حاجة انا كده كده اخدامكم ايه بس كده يا جماعة و انا معكم محمد تحسين من قناة صرشاجي اوة متعملش اشتراك و اوة متدس لايك السلام عليكم و رحمة الله و بركاته